موسيقى إذن روبا صارت جاهزة معنا صباح الخير روبا أهلا سهلا صباح الورد صباح الخير روبا كيف قضيت العطفة تمام كتير هلوة اليوم راح نحكي عن الأنسلين وعلاقته بالأغذية بزف اليوم راح نحكي عن هرمون كتير مهم اللي هو هرمون الأنسلين كتير منصن مع أشخاص عندهم مقاومة أنسلين أو عندهم ارتفاع في الأنسلين وهذا ما بيعني إنه الشخص صار عنده سكري يعني مقاومة الأنسلين مش معناه إصابة بالسكر بالضبط هلا هو معرض أكيد إذا ما هتم بتعديل النظام الغذائي وإذا نحكي اللايف ستايل نظام حياته لازم يتعدل هذا هو العلاج والعلاج الطبي طبعا بحسب الطبيب يشوف شو الحالة طب يعني كيف نعرف شو الأعراض أنه أنا جسمي عنده مقاومة إنسلين هلا أول شيء هرمون الإنسلين هو هرمون بنفرز من البنكرياس وهو مسؤول على تنظيم نسبة السكر في الدم إحنا عندما نأكل أي شيء نشويات إذا كان شوكولاتة أو إذا كان خبز يعني خبز أسمر أو حقوب أو فواكه أي سكر غلوكوز بوصل للدم بنفرز هالهرمون عشان يأخذ هالسكر لهالخلايا وننظم مستوى السكر في الدم بعادة لما نأكل بعد ساعتين مفروض مستوى السكر يرجع لمستوى الطبيعي هلا شو الأعراض؟ الأعراض إنه بصير الشخص عنده بعض المشاكل اللي بحس فيها إنه بصير عنده شهوة أكتر لتناول السكر أو بصير يجوع بشكل زيادة عن اللزوم أو إذا حسينا صار في عنا زيادة وزن بشكل مفاجئ فجأة صار في عنا زيادة كبيرة بالوزن كمان من الأعراض ممكن يكون تعب وإرهاق وعدم التركيز هاي كلها ممكن تكون أعراض لارتفاع مستوى الإنسولين في الدم مترافقة هاي الأعراض ربا؟ على الأغلب مع بعض هل بحسب العطش كمان ربا؟ هل العطش هي أغلب أعراض السكري؟ أعراض السكري هي عادة اللي هو تبول لكثير والاي بس المقاومة الإنسولين أو ارتفاع نقدر نحكي لأنه كمان ممكن يكون بدايات وحسب حتى يصرنا نشوف ارتفاع الإنسولين نلاقيه عند الأطفال وهو ناتج عن تغيير نظام الحياة وارتفاع مستويات السمنة بشكل كتير كبير خاصة إحنا منركز على السمنة الوسطية اللي إحنا منسميها الفصر الفات الدهون الموجودة عند الأعضاء في منطقة البطن أو منلاقي ناس ممكن شوي ما عندهم زيادة وزن كبيرة ولكن عندهم بطن كتير طبعا هذا عدة عوامل ممكن تكون عوامل جينية أو ممكن تغذية بالضبط وإلها دوري كتير كبير التغذية بحل هاي المشكلة طيب نحكي عن الأسباب إذن برضو شو أهم الأسباب إصابة ارتفاع الإنسولين؟ بزا هلا في عنا أول إشي السمنة والسمنة الوسطية ممكن يكون الدليل على اللي هو تكيس المبايض اللي صارنا نشوفه عند كتير من السيدات يرافقها عادة ارتفاع مستويات هرمون الإنسولين ومقاومة الإنسولين فهاي عندنا أكتر إشي كمان عندنا الحياة اللي بدنا نحكيها الخمول الشخص اللي ما بيتحرك هلا بما إنه هذا الهرمون وهذا الهرمون وظيفته ينقل السكر بس إذا ضلوا مستويات السكر عالية والإنسولين كتير عالي بنسميه إحنا لايبوجينيك هالهرمون شي يعني يعني بيخزن هالدهون هالسكر بيتخزن وبيؤدي لارتفاع نسبة الجهون في الجسم فإحنا بدنا يصير في عندنا تنظيم لهاي الحالة ونصير نخلي العضلات تستجيب أكثر للإنسولين فعملية إنه إحنا نزيد الكتلة العضلية ونقلل من الجهون بالنظام الغذائي والرياضة فالرياضة كتير بتساعد بشكل كتير كبير يعني أي حدا عنده تكيص مبايض مشاكل في مقاومة الإنسولين تغذي إلها دوري كتير كبير نقدر نحكي 60-70% بس برضه الرياضة إلها من 30-40% ومرات بترافقوا 50-50 يعني في حالات عن جد بيكون واحد من الأسباب بنعملها تنظيم بتنزل وزن بتحسن مستويات الإنسولين بس بكون في عنا مشكل لأنه نظام الحياة قاعدة على المكتب 6-7 ساعات برجعوا في نوم إذا حالا خلينا نحكي عن النظام الغذائي السليم بزب هلأ أول إشي بدنا ننبه له عليه إنه الشخص إذا عنده ارتفاع في الإنسولين هذا لا يعني إلغاء النشويات تماما هاي من الأشياء الخاطئة جدا بدنا نغير بنوع النشويات اللي إحنا منتناولها عشان شو بنا نعمل بنحاول هالمستويات الإنسولين ما ترتفع بشكل كتير سريع هذا أولا وتاني إشي بننا نساعده إنه نخفض الإنسولين نزيد الحركة نوعين من الرياضة الرياضة الهوائية والرياضة اللي منقدر نحكي اللي هي بتقبو العضلات نعم فشنا نعمل بدنا نحاول مثلا تبديلات بسيطة إنه إحنا حتى بأنواع الفواكه نحاول ما نختار الفواكه مثلا زي الفواكه المجففة تكون بش كميات كتير كبيرة إذا الفواكه المجففة نخفف نخفف منها لأول مرحلة إذا كان الإنسولين كتير عالي ممكن نروح للفواكه اللي ما بترفع نسبة السكر في الدم بشكل كتير كبير ممكن بالضبط الأخضر ما برفع السكر في الدم بشكل كتير كبير أو كل ما يكون مستوي أكتر كل ما نسبة السكر فيه بيضا بتكون نسبة السكريات فيه كتير كبيرة حتى حبة الموز الكبيرة تعتبر حسطين فاكهة ممكن ناخد الموز الصغيرة بس إحنا أول إشي من أنواع الفواكه نركز على تفاح نجاز دراء مش مش هدول كلهم مش كتير برفعوا مستويات الإنسولين بشكل كتير كبير كمان نعمل تبديلات كتير بسيطة بأنواع النشويات الأخرى في عندنا الخبز الأبيض في ناس بفكروا خلص كلمة توست إنو هذا إيش مكان الخبز إنو هذا للرجيم خبز التوست هلا فيهو حليب وفيهو سكر فيهو كميات سكر عشان هيك ما نفوش زيه وزي خبز الحمام لا بدنا نروح على الخبز الأصمر اللي ما فيهو سكر خبز نخالي الخبز البلدي اللي ما بي نضاف عليه كميات كتير كبيرة من السكر وننتمه للكمية لأنه أصلاً نسبة النشويات لازم تكون تقريباً معتدلة لا مش كتير عالية عشان نقدر بس معنى قطاعها زي ما انت حكيت معنى قطاعها يعني على الفطور مثلاً قدينا ناخد من هذا الخبز أو خبزة التوست ممكن واحدة هلا توست إحنا بيهاي الحالة نروح على الأصمر حسب كل شخص قدي وزنه أو هذا بيختلف مرات من نص رغيف لرغيف وكتير مهم انه ما ناكل الوجبات كلها وراء بعض ممكن ناكل وجبة بعد ساعتين ناكل وجبة الثانية عشان يرجع مستويات السكر لمستواها الطبيعي نعم في عنا السناكس اللي كتير بترفع السكر في الدم فهدول إذا كان عندها سيدة مقومة إنسولين أو عندها مستويات الإنسولين كتير عالية أو عندها تكيّس المبايض التشيبس السناكس السريعة اللي احنا منسميها ريفايند كاربوهايدريت يعني نشويات منزوعة الإنخالة منزوعة الألياف فهي كتير بترفع السكر في الدم يعني هيا نبتعد عنها نبتعد عنها نبتعد عنها تماما يعني ولا نتفع حلا إذا حسب الحالة إذا كان الشخص عنده مشكلة كتير كبيرة يفضل بأول مرحلة يكون ما يكون حتى يعمي هاي سريعا ربا توقيت الطعام قديش مهم كتير بأثر الأول إشي ما ناكل بدنا ناكل عدة وجبات ولكن كمان مش كل ساعة نظن ناكل لأنه بنا نخلي هالإنسولين نعطيه مجال يقدر ياخد هالسكر ويودي للخلايا ناكل وجبة من ناخد السناك ممكن بعدها بساعتين ساعتين ونوص وكمان ما نتناول كل السكريات كلها تكون ورا بعض يعني إذا أخذنا خوبز مش مباشرة بعده الفواكه نعطي مجال لنحط سناكس مثلا مش فيها نشويات ممكن نأخذ الخوبز بعدها بساعتين سناك من لبن بعدها الفاكهة نعطي مجال شكرا كثير ربا يعطيك العافية شكرا